اما اللي انا بتكلم عنه حضرتك ودي اللي عاوز لو طلعنا بيها النهاردة يبقى ده يعني صبك ان يا جماعة ليست معدلات السكر العالية هي التي تحدد انك عندك سكر ده هناك المحددات الاساسية هو الاضطراب في المنظومة التي تتفاعل سويا دخل الجسم وتحدد معدلات السكر المنظومة دي من اول ما بتتطارب ويحصل فيها خلل هناك تعرضة قائمة لكل المضاعفات بتاعت السكر بينما لو انتظرنا لحد ما سكر يرتفع بيكون عدة عدة سنوات طب ايه لو استننا بقى السنوات دي هيحصل خلالها ايه واحد حيتولد المضاعفات كلها حيتحط بزور المضاعفات تقريبا كلها العينين الشبكية حضرتك الكليتين اللي يحصل فشل كلوي القلب اللي يحصل جلطة في القلب المخ اللي محصل جلطة في المخ الكوليسترول العصاب الطرفية اللي تكلمنا عنها القدرة الجنسية التبول الارادي واللا ارادي والبول يزبقه هو رايح الحمام او ما يقدر او يختزن البول جوه المثانة زي البرستاتة بالزبط في الرجالة يعني احيانا السكر يؤثر على العصاب الطرفية التي تغزي المثانة وهنا المثانة يحصلها اعراض طبعا في الرجالة اللي هم عندهم بروستاتة بالزبط وممكن يروح يشيل البرستاتة ويفضل المرض زي ما هو او يحصل خلال اكتر ما حدش اكتشفه اصلا المرض ما هو حضرتك لقى البرستاتة بعد سن الستين خمسة وستين سنة بتتضعف حجمها عند كل الناس تقريبا بس تتباين الاعراض في ناس بقى متضخمة فيه اعراض قوية وفي ناس متضخمة الاعراض معقولة او موت لا شيء طب اما يكون هي متضخمة بقى والناس مش هي السبب الحقيقي والسكر هو اللي عمل الموضوع ده ان هو هو ماشي يحصل بعد ما يتوضى او كده يلاقي فيه نقطتين نزلوا بوزولوا الوضوء او اما يجي يكح او يعتص او يضحك واخدبال حدك يروح نزل من قطتين او اما يجي يخش الحمام وهو في الطريق ما يقدرش يمسك لحد ما يوصل للحمام او يحصل احتباس في البول لدرجة ان هو اما يجي يعمل البول ما يقدرش او اما يجي يعمل البول نفسه ما يقدرش يفرغ المسانة كاملة وقدين يقعد على الناس ويرجع تاني الحمام ويرجع تاني ده كله سكر تخيالي ان ده كله سكر فش هتاخد باله